يعطيكم ألف عافية وصفتنا لليوم إن شاء الله رح تكون من الحلويات الشهية اليوم رح نعمل مع بعض كبكيك الكنافة وإن شاء الله اليوم رح نعملها بحشوة القشطة وصفة مميزة تعبوها معي خطوة بخطوة وتعالي نشوف طريقة العمل في البداية هون رح نحضر العجينة الكنافة طبعا العجينة اللي أنا استخدمتها هي عجينة مجمدة طلعتها من الفريزر مدة نص ساعة بعدها فكيتها عن بعض وهلا هون رح أقطحها بالنسبة للتقطيع هون أنا رح أستخدم الفررامة الفررامة كثير بيساعدنا بالشغل رح أحط كمية بعدها هون رح أقطحها طبعا هون إحنا ما بنا إياها تكون معنا نعمة بس المهم إنها تكون القطع ما تكون طويلة كثير في حال مش متوفرة عندكم الفررامة ممكن تستخدموا السكين وتقطعوها هون أنا رح أجهز كل الكمية وهيك عندي صارت جاهزة المطيبات رح أحطها هون على العجينة رح نحتاج كاس من السمنة ورح نحتاج كمان هون معلقتين كبار من السكر رح أكع عن السمنة السمنة هون استخدمتها هي سمنة حيواني كسرت بين السمنة العربي والسمنة الحيواني في حال حبيت تستخدم الزبدة أكيد ممكن بتحطوا نص المقدار زبدة والنص الباقي بتحطوا سمنة لازم نفركهم كثير مني حتى تشرب عندي لكنافة كل كمية السمنة هلا هون المعلقة الصغيرة رح أدهن صنية الكبكيك وبعدها هون رح أوزع عجينة الكنافة رح أحكي ملاحظة في حال ما حبتوا تعملوا هاي الوصفة على شكل الكبكيك أكيد ممكن تستخدموها بأي صنية بركم إياها بنعمل فراغ بين الحبات وهون باستخدام الأداة هون رح أكبسها كثير منيح في حال مش متوفرة ممكن تستخدموا أي كاسة موجودة عندكم بس المهم نكون لازم تضغطوه العجينة كثير منيح بننظف الصينية حتى ما تحترق معنى الأطراف هيك عندي جاهزة هلا هون رح نحضر للقشطة بالنسبة للقشطة هون طبعا هون عندي الغاز طافي رح أحط كاستين من الحليب السائل رح نحتاج هون أربع ملاقق كبارة من النشا لكل كاس حليب هون حطيت معلقتين كبار من النشا ورح نحتاج هون كمان معلقتين كبار من السميد السميد هو سميد خشن لكل كاس منحط معلقة كبيرة وآخر إشي هون حطيت نص معلقة صغيرة من الفانيلا البودرة بحركهم على البارد بعدين هون بشغل الغاز بنستمر في التحريك لازم هون نستمر في التحريك حتى ما يكون بالخليط أي إشي من التكتلات وأول ما أشوف عندي الخليط بلش يثقل ويغلى بوضت الغاز هون وبنزل علبة القشطة وزن علبة القشطة لأن استخدمتها هون 170 جرام ممكن تستخدموا أي نوع قشطة أنتو بدكم إياها نستمر في التحريك وهيك عندي القشطة صارت جاهزة على طول هون بنزل القشطة الكمية مثل ما أريدكم بس أنا هون حطيت معلقة كبيرة وأكثر شوي لأنه الكبكيك طيبة إنها تكون القشطة ظهرة طبعا هون بنغطيهم بطبقة منيحة من الكنافة ومنكبسها كثير منيح هيك عندي الصينية صارت جاهزة هلا هون رح أدخلها الفرن رح أكي هون عن الفرن رح يكون عنا على درجة حرارة 180 الأغلب الخبز رح يكون عنا من تحت أول ما أشوف عندي الأطراف بلاشت تأخذ لون ذهبي غامق بشغل الشواية من فوق طبعا هون أول ما نطلحها من الفرن منشربها بكمية بسيطة من القطر وبعديها منطلحهم رح أكي عن القطر عنه هون رح يكون القطر بارد قطر اللي كنافة هو كاس سكر وكاس ماي وربع أو نص معلقة صغيرة من عصير الليمون طبعا هوني أنا الكمية استهلكتها كلياتها هلا هوني رح أحطهم بالصحين ورح أشربهم بالقطر بعديها رح أقدمهم رح أحكي ملاحظة بالنسبة للصبغة إذا حبيتوا تستخدموا ملون طعام ممكن تحطوه مع السمنة بس أنا هون ما استخدمت اللون الذهبي كفاية إذا بتحبوا طبعا لون هيكون على لون برتقال ما شاء الله الوصفة بجد شهية طعم القشطة فيها بجد رائع والطعم اللي كنافة كمان ما شاء الله ريحة السمنة فيها بجد رائعة وهيك عنا الوصفة صارت جاهزة وهيك عنا الفيديو خلص بتمنى كثير أن الوصفة عجبتكم وبتمنى كمان أن الفيديو عجبكم ما تنسوا تعمل قناة والاشتراك فيها ويعطيكم ألف عافية وشكرا جزيلا لحسن المتابعة